الساعة الأخيرة من التلفزيون العربي وفيها اتفاق بالأحرف الأولى بين أردوغان وبوتين بشأن إدلب يدخل حيز التنفيذ هذه الليلة فيروس كورونا يضرب شرقا وغربا وفايات وإصابات جديدة حول العالم وفي موضوعنا المغاربي صواريخ حفتر تدك مطار معتيقة في طرابلس رغم تحذيرات الأمم المتحدة وفي فقرة وسائل التواصل في زمن كورونا الكعبة بلا طواف والحرم بلا معتمرين فكيف كانت ردود الفعل؟ أهلا بكم حول إدلب ضمنت وقفا لإطلاق النار بدءا من منتصف هذه الليلة وإنشاء ممر آمن بطول ست كيلومترات على طول الطريق السريع أم فور إن وقف إطلاق النار في إدلب سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة وستحتفظ تركيا بحق الرد بكامل قوتها حال قيام النظام السوري بشن أية هجمات إن النظام السوري بعدوانيته واستهدافه لاستقرار الإقليمي هو المسؤول الأول عن التطورات التي أدت إلى تعطيل اتفاقية إدلب مصير إدلب وانعكاس الأوضاع فيها على مستقبل العلاقات الروسية التركية أجندة قمة بوتين أردوغان في الكريملين على خلفية تصعيد عسكري في إدلب درية التوتر في إدلب وصلت إلى مرحلة تتطلب حديثا شخصيا مباشرا بيننا يريد بوتين القضاء على ما يصفه بالإرهاب في كامل الأراضي السورية ويرى في اللاجئين مسألة منفصلة وحلها منفصل ويختلف أردوغان معه حول تعريف الإرهاب ويشير إلى تداعيات سياسات مضيفه التي قد تطال بلاده وتحديدا إلى مشكلة اللاجئين ليس هو الخلاف الأول بين الرجلين حول سوريا بيد أن هذه المرة مصالح الرجلين خارجها تدفعهما نحو الاتفاق علاقاتنا الثنائية في ذروتها في المجال العسكري وفي المجال الاقتصادي وغيرها بعد ساعات من المفاوضات خرج الرئيسان باتفاق إضافي من ثلاث نقاط أولا وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة صفر ليوم السادس من مارس آذار ثانيا إنشاء منطقة آمنة بعرض ستة كيلومترات شمال وستة كيلومترات جنوب طريق أمفور ثالثا القيام بدوريات مشتركة على طريق أمفور ابتداء من الخامس عشر من مارس الفين وعشرين خلاف اليوم كان حول اتفاق سابق مذكرة سوتيجي إذ اتهم الطرفان بعضهما قبل القمة بعدم الالتزام به فلكل منهما رؤيته لمستقبل إدلب بل وسوريا ليبقى التساؤل عن مدى التزام الطرفان بمخرجات محادثات اليوم في موسكو تسعى روسيا لإدمام مهمتها في سوريا دون أن تخسر علاقاتها مع تركيا وبمراوغة ترعى مصالح القوى الإقليمية الأخرى كإيران وإسرائيل يوازن الكريملين في سعيه بين القوة والدبلوماسية لكن يبدو أن ضبط الميزان بات مهمة صعبة في هذه المرحلة الحارجة حمد حسن العربي موسكو وينضم إلينا من موسكو أندري أوليتسكي الباحث في مركز الدراسات والنزاعات الدولية مرحبا بك يعني هل يمكن أن نقول هذا المساء أنه تفاهم مجرد تفاهم على مضض بين أردوغان وبوتين لا يرقى إلى تغير في مواقف الطرفين وأن التشنج بدى واضحا بعد ساعات من المفاوضات أريد أن أسألك مدى قابلية هذا التفاهم للحياة هل سيصمد أم سيتبدد؟ كما كان من المفترض التفكير العقلاني والبراغماتي قد تغلب على التموخات والمشاعر والتأثيرات ونرى في هذا التفاهم وفي المذكرة التفاهمية بين الزعيمين أنهما مرة أخرى قد اتفق ووصل إلى قرار موحد في الوقت نفسه كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لاوروف قبل قليل في ميونيك في لقائه مع الصيد مولود شاوشاوغلو وزير الخارجية التركي أن هناك علاقات جيدة بين روسيا وتركيا ولكنها لا تعني أن هناك وجهة ناظر للطرفين لا تختلف بعضها عن البعض ولذلك طبعا الخلافات المؤينة ولكن سيد أندري ولكن عاد هذه الواجهة الدبلوماسية الجميلة التي يظهرها الطرفان في كل مرة كلما سنحت الفرصة بلقاء مبدئيا في العمق جوهريا الطرفان مختلفان في الكثير من المسائل في تعريف الإرهاب في مفهومهم للاجئين وأشياء كثيرة أخرى فروسيا متمسكة بنظام الأسد وأنقرة تريد منطقة عازلة داخل الأراضي السورية لأجل أمنها المهم أن الطرفين ينطلقان من الاعتراف بوحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادة سوريا والاستقلال القومي لسوريا طبعا هناك وجهة ناظر تختلف بشأن النظام السوري ما يسمى بالنظام السوري ولكن الروسيا تعتبر خافز بشار الأسد والحكومة الشرعية في سوريا ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري وكل القضايا الداخلية في سوريا يجب على الشعب السوري نفسه تقرير هذه القضايا تقرير مصيري وبدون التدخل من الخارج هذا موقف روسيا طيب رأينا كيف أن روسيا على الأقل الشرطة العسكرية الروسية أتت إلى سراقب لتؤكد استلاء النظام السوري على هذه المدينة تدعم هذا النظام عمليا على الأرض وهذا ما يدفع إلى الاعتقاد بأن وقف إطلاق النار هذا أصبح على درجة كبيرة من الهشاشة منذ الاتفاق عليه غزا لا يخفى على أحد أن العسكريين الروس الذين يتأسكرون في سوريا يدعمون نظام السوري الخاكم ولا يخفى على أحد أيضا أن تركيا ووحدات الجيش التركي تدعم الفسائل المعرضة والتي المعترف بها إرهابية بناء على قرار مجلس الآمن للأمم المتحدة وكذلك بناء على الوسائق الدولية الأخرى ولذلك هنا خلاف طبعا ولكن الطرفين نحن نعتزوا بمهارة دبلوماسية لزائمين في الوصول إلى القرارات الموحدة هذا شيء مهم السلام الصيئة دائما أفضل من الحرب الطيبة أندري أوليتسكي الباحث في مركز الدراسات والنزاعات الدولية بموسكو شكرا جزيلا لك ميدنيا قتل ستة عشر مدنيا وأصيب آخرون من جراء غارات للطائرات الروسية استهدفت تجمعا للنازحين على أطراف مدينة معرة مصرين شمال إدلب وكسفت طائرات النظام الحربية غاراتها على بلدات كنصفرة والبارة وكفر عويد في جبل الزاوية جنوب المدينة وكأن زلزالا ضرب المكان وغير معالم الحي طائرة روسية أفرغت حمولتها من القنابل المتفجرة على تجمع سكني للنازحين الذين فروا من ويلات الحرب لتقتل وتصيب منهم العشرات عشرة منازل ومزرعتين لتربية الدواج دمرتها الطائرات الروسية حسينا على صوت انفجار كبير طلعنا ركضنا بتجاه المجاني الضرب كانت بالمجاني فيها قرابة عشر عوائل ويصور الدفاع المدني قالوا الحرب الروسية قالوا الحرب الروسية رح يكرر الهدف على نفس الهدف رح يكرر التنفيذ هون أخلينا نحن المصابين اللي كنا جاي نسعف هون رجع نفز الحرب فوقهم وكانت المجزرة مروعة لله لأمر الله ينتقل من الصالم غارة مكثفة من الطائرات الروسية وطائرات النظام الحربية استهدفت محيط مدينتي إدلب وسرمين وبلدات إحسم والرامي وكان صفر والبارة بجبل الزاوية تزامنت مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف استهدف المنطقة يزداد القصف والقتل تناسبا مع العمليات العسكرية فمع كل خسارة لنظام الأسد ترتفع فاتورة الضحايا جبهات مشتعلة جنوب وشرق إدلب وغرب حلب تشهد معارك عنفة بين قوات النظام وفصائل المعارضة وتبدل سريع في السيطرة على المناطق واستقصف مدفعي وصاروخي متبادل خالد إدلبي العربي ريفو إدلب والآن إلى فقرة وسائل التواصل الاجتماعي مع مايا شكرا لك كمال شهدت العاصمة الروسية موسكو لقاء بين الرئيسين التركي والروسي استمر لست ساعات يأتي هذا الاجتماع في ظل التوتر الذي تشهده إدلب والأزمة المستمرة في المنطقة الطرفين أكدوا على تجاوز التوتر وتمتين العلاقات بين البلدين والتفقاء على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وأنشاء ممر آمن في إدلب إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ناقشوا جدوى هذه الخطوات وانعكاسها الفعلي على الأرض وكانت التغريدات في مجملها غير راضية عن ما أعلن أعلن عنه بعد اللقاء الكاتب نهاد إسماعيل يرى أن الموقف الروسي واضح وهو بقاء نظام دمشق والدفاع عنه وأن أي تنازلات روسية ستكون شكلية ومؤقتة أما سهيب فغرد تضاءل الثقة بأردوغان ما معنى أنك دخلت في الحرب بجيشك لتعيد نقاطك المتفق عليها في سوتي ثم لا تستطيع التمسك بذلك أما صاحب هذا الحساب فكتب طلع كلام شبار معلير باط وتصريحات أردوغان فقاعات للأسف الشديد كنا متأملين فيها وفي الختام سكر كتب اتفاق الروسي والتركي فاشل كل الهدن السابقة كانت لصالح المجرم بشر بهذه التغريدة نأتي إلى ختام الفقرة عودة إليك كمال شكرا ميا سجل العراق ثلاثة وفيات في يوم واحد بسبب فيروس كورونا وهي أولى الوفيات في البلد المجاور لإيران حيث أودى الفيروس فيها بحياة نحو مئة شخص في سياق المتصل قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكين السلطات ستبدأ في الحد من السفر بين المدن الكبرى لوقف انتشار الفيروس مع استمرار إغلاق المدارس والجامعات خلال عيد رأس السنة الفارسية النروز في العشرين مارس أبا في الأماكن العامة يخشى الجميع من فيروس كورونا هذه الخشية تسببت بإغلاق المنافذ مع الكويت ثم إيران ومنعت التجمعات مرورا بتعطيل للمدارس والجامعات خشية انتشاره عدم تعاون بعض المواطنين الوافدين مع وزارة الصحة هو المشكلة حقيقة وهي المشكلة مو بالإجراءات أنا أخليك عندي غرفتين ثلاثة أقعدهم به الوافدين يومين ثلاثة أربعة وبعدين أطلعهم هي ما مطلوب عمليات فوق الكبرى أو فتح موخ أو كذا ما مطلوب هو الكورونا عزل وعلاج خلال أقل من أسبوع أعلنت وزارة الصحة إصابة 35 عراقيا قدموا من إيران توفي اثنان منهما في الشارع والأسواق بدأت تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا ورغم رعب المرض إلا أن العراقيين يمارسون الحياة بشكل روتيني التزام بالإرشادات وزارة الصحة ضرورية يعني تلافي العدوى بس بعض المواطن العراقية يمكن ما مغذل الموضوع بجدية تامة بس هو التزام ضروري جدا بطرق الوقاية والله هو ظروف نحن أشكال ولوان بالعراق بس ليخليها على الله ويأخذ الحذر من بعيد البعيد هذا إن شاء الله الله منتفك علي وعش شعب العراق جميعا يعد العراقيون والسلطات الأيام الأخيرة من فصل الشتاء مراهنين على حرارة الصيف كحل ينهي قلق الإصابة بالفيروس المميت يستخف من التقيناهم بإجراءات الوقاية الحكومية من العدوى ويقولون كثيرون هنا إن ملف كورونا قد يكون شغل الشارع عن الاهتمام بمنف الحكومة التي باتت عصية على التشكيل شفيق عبد الجبار العربي بغداد وينظم إلينا من عمان دكتور بسام الحجاوي استشاري في الوبائيات دكتور بسام يعني الإصابات ما زالت تسجل في الدول العربية والمصدر ظهر وأنه إيران هناك الإجراءات التي تقوم بها إيران هل هذه الإجراءات لحد الآن يمكن اعتبارها أنها إجراءات غير علمية غير سليمة مرتجلة في حالة هلع السلطات الإيرانية تتخذ مواقف هنا وهناك أم أن شيئا ما يجب أن يقوم به الإيرانيون ولم يقوم به لحد الآن هو الوضع كان كما هو معروف أن من شأ الوباء والفيروس الكورونا هو إيران وعانت إيران خلال الشهرين الماضيين من حالات عديدة تجاوزت ثمانين ألف وأكثر من ثلاث تلاف وفاة وتصدر الفيروس إلى الخارج فأصبح هناك بؤرات في الخارج مثل كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا في أوروبا وطبعا إيران هي دولة من دول إكليم شرق البحر المتوسط ولها علاقات معجراتها في دول الخليج ولبنان وسوريا وإلى آخره من هذه الدول أصبحت هي بؤرة واضحة لانتقال الفيروس منها إلى دول الخليج فكان فقط الإمارات عندها حالة واحدة من عائلة من خمس أفراد قبل ما الوباء يظهر في إيران وكانت هناك إصابة في مصر كانت دولتين فقط بعد أن أصبحت إيران هي بؤرة واضحة كاملة بالإضافة لإيطاليا أخذت دول الخليج بتسجيل إصابات لديها وكل هذه الإصابات كانت من شاءها إيران طيب النوم لا يقع فقط على إيران بل يقع أيضا على هذه الدول المجاورة لإيران التي لم تتخذ أبسط أنواع الإجراءات لكي على الأقل إجراءات منع التنقل بين العاصمة الإيرانية بين إيران والأراضي أراضي هذه الدول يا سيدي نعم كما أسلفت وصحيح لكن هذا الفيروس يختلف عن الجوائح السابقة من ميرز والسارز بأنه يحتضنه جسم الإنسان ولا تظهر عليها أعراض ولا تستطيع أي دولة أن تتخلى عن مواطنيها مهما كانوا فكانت ترجع أي دولة من الدول العربية ترجع مواطنيها إلى أرضيها الأمر الذي تحجرهم لمدة 14 يوم فترة الحضانة هذه هي المشكلة أن زي ما تفضلت الإجراءات لن تكن شديدة بشكل يمنع دخول الفيروس إلى هذه الأراضي ورغم ذلك فكثر الحديث عن الإجراءات المتخذة عمليات الحجر الصحي الفردي والجماعي ولكن قل الحديث عن حالات الشفاء هل يمكن أن تحدثنا على مدى خطورة هذا الفيروس؟ يعني إذا لاحظنا هو الشفاء مرتبط بالإصابة ومرتبط إذا كان وفاء أم لا لم تسجل أي وفيات في الدول العربية وأكليمنا خارج نطاق إيران إلا في العراق للوفاء الثالثة ويبدو أن الجوار بين العراق وإيران والحدود المفتوحة هي أدت إلى مثل هذا الإجراء برضو الأنظمة الصحية عندما تكون قوية وتستطيع اكتشاف مبكر للإصابات مبكرا فإنها تستطيع أن تمنع الوفاء ولكن لا تستطيع منع انتشار الفيروس فإذا لاحظت كمان بؤر ثاني في إيطاليا أصبح أكثر من عشر دول في أوروبا برضو سجلت إصابات وسجلت وفيات فهو الإجراءات الاحترازية في اعتقادي هي تحاول الدول أن تعمل ولكن هناك مسؤولية على المواطن الإنسان بحيث أنه يستطيع أن يغسل يديه باستمرار يستطيع أن يتعامل مع العطس والسعال يستطيع أن ينظف ما حوله من الأسطح الذي يقع عليها الفيروس خاصة أن هذا الفيروس لحد الآن طبيعته الوبائية وانتشاره غير معروفة قد تتغير وقد لا تتغير إلى الأسوأ أو إلى الأفضل لكن إذا لاحظت لا زالت الوفيات لا تتعدى 2-3% لكن هو يتميز بسرعة انتشاره فأصبح 86 دولة من دول العالم الآن بلغت عن حالات وأصبح 14 دولة عربية من إقليم شرق البحر المتوسط بلغت عن نصابات هذا يعني أنه نحتاج إلى إجراءات أكثر حتى أنه أصبح مفهوم الحجر المنزلي في اليومين السابقين بسبب أنه كثير من المواطنين العرب الذين هم في الخارج في دول مبوءة رجعوا وأصبحت تمتلئ أماكن الحجر سواء كانت مستشفيات أو فنادق وأصبح هناك حجر منزلي الحجر المنزلي إذا لم يكن تحت رقابة الحجاوي تحت رقابة شديدة سيؤدي إلى مشكلة معذرة على ضيق الوقت اجتمع مجلس الدفاع الأعلى في فرنسا برئاسة إيمانويل ماكرون التباحث بخصوص مواجهة فيروس كورونا في المقابل بلغ عدد المصابين 377 مصابا وستة قتلى حيث اتخذت الحكومة إجراءات احترازية عديدة أهمها مصادرة الكمامات ومنع تصديرها وتوحيد سعر السائل المعاقم منعا للاحتكار منذ تفشي فيروس كورونا في فرنسا وريجين تقضي وقتا بإقناع زبائن صيدليتها بأنها ليست وراء ارتفاع الأسعار الجنونية للكمامات والمعاقمات فالصيادرة أيضا يعتبرون أنفسهم ضحية جشع شركات الأدوية وهدفا للسوق السوداء طلبت بداية الأزمة ستة ألاف كمامة لم تصلني لحد الساعة لأنها صدرت من قبل الحكومة حاليا ليس لدينا كمامات بالنسبة إلى السائل المعاقم لدينا عرض أسعار ليست كتلك التي نشتريها دائما لذلك ستفقد هذه المواد قريبا الزبائن بدورهم لم يخفوا امتعاضهم من ارتفاع أسعار المواد الأولى الواقية من الكورونا الأمر غير معقول قبل أيام كنا نشتري المائة مليليتر بثلاثة يروهات اليوم أصبح سعرها سبعة يروهات وهو أمر مبالغ به الكمامات أصبحت هدفا للباحثين عن المال فسرقت الآلاف منها من مستشفيات باريس ومرسيليا أمر دفع الرئيس الفرنسي إلى إصدار قرار بمصادرتها وتوزيعها على الكوادر الطبية فألقت الشرطة بعد هذا القرار القبض على عصابة في ضواحي باريس وهي تنقل أكثر من أربعين ألف كمامة بالخط العريض كتبت الصيدليات بأن المعاقمات اليدوية مفقودة رغم إصدار الحكومة مرسوما يوحد سعرها لقد وصلتني هذه الطلبية من معاقمات اليدين ثلاثمائة وستون عبوة وأعتقد أنها ستباع جامعها اليوم مؤشر ارتفاع بورصة الفيروس لم تتوقف عن الصعود في فرزة والحكومة اتخذت إجراءات احترازية كمنع التجمعات والدعوة إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية والتعقيم في الأماكن العامة مجلس الدفاع الأعلى في فرنسا يجتمع غالبا في حالات الحرب استطاع فيروس كورونا أن يلم شمل أعضائه برئاسة رئيس الجمهورية وكأن فرنسا بكامل أركانها تخوض حربا ضروسا ضد هذا العدو الخفي والفتاك محمد حجي العربي داريس هدمت قوة الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير يزن مغامس في بلدة بيرزيت شمال رمالة وجدران منزل الأسير وليد حنانشة في حي الطيرة غرب رمالة واندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال خلال عملية الهدم أسفرت عن إصابة العشرات باختناق بسبب إطلاق القنابل الغازية ركام ودمار هذا كل ما بقي من منزل يزن كان بالأمس مملوءا بذكريات العائلة كومة الحجارة هذه كانت شاهدة على ذكريات كثيرة عاشتها عائلة يزن مغامس في منزلهم في بلدة بيرزيت شمال رمالة استفزني شكل كفة الباقر وهي تخبط بسقف البيت حسيتها كأنها إشي جاي من الخيال يعني وبنفس الوقت أنا مكتفة مش عارفة أعمل إشي بعد الهدم رفع رفا قيازا هذه الصورة فوق الركام في إشارة إلى أنهم لم ينكسروا رغم كل ما يحيط بالمنزل بالإضافة لهذا المنزل هدمت قوات الاحتلال لمنزلا آخر يعود للأسير وليد حناتشا حيث تعتقل إسرائيل يزن ووليد بنفس التهمة وأقدمت على هدم منزليهما في ليلة واحدة في صدر ما بقي من منزلهم علقت ملك هذه الكلمات فهي التي لم تتجاوز الاثنتين عشرة سنة لكنها تمكنت من وصف ما تعرضت له عائلتها كلمات كانت جزءا من رسالة كتبتها ملك بعد صدور قرار هدم منزلهم إنه كتير مش عدل إنه بيقدروا يفوتوا على ساعة واحدة ونصب الليل يخلعوا باب دارك ويفوتوا ويحشروك ويضربوا أبوك بالحظ وياخدوا هويته ويصرخوا عليكم وبعدين ياخدوا ويطلعوا وكتير مش عدل إنه بيقدروا يجيوا ويحتقوا لأختك ويحطوها بغرفة باردة ثلاثة أيام ويحققوا معها وانت ما بتقدري تعمل أي شيء ساعات من الخوف عاشتها أيضا العائلات في هذه البناية فقد هدمت قوات الاحتلال الجدران الخارجية والداخلية لمنزل حناتشا لأنه يقع في بناية سكنية ومنعت السكان من مغادرة منازلهم أثناء الهدم أحمد جرداد العربي رام الله قالت مصادر وزرية لبنانية للتلفزيون العربي إن موافقة الحكومة على مشروع قانون يرمي إلى رفع السرية المصرفية ستسهم في تلبية أحد أبرز مطالب الحراك الشعبي بدورها وضعت مجموعات في الحراك الشعبي تمرير القانون في خانة تنفيس غضب الشارع قبيل اتخاذ الحكومة إجراءات حاسمة بالعاشر من الشهر الجاري لإصلاح الوضع المالي وكان النائب العام المالي اللبناني القاضي علي إبراهيم قرر تجميد أصول عشرين مصرفا لبنانيا وكذلك ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إدارتها يأتي ذلك على خلفية اتهام مسؤولين مصرفيين بتحويلات تقدر بمليارين وثلاثمائة مليون دولار إلى الخارج على الرغم من الأزمة المالية التي يشهدها لبنان ونتابع بعد الفاصل بومبيو يشيد بالاتفاق مع الطالبان ويدعوها لوقف العنف أهلا بكم الجديد وهذا تذكير بأبرز العنوين اتفاق بالأحرف الأولى بين أردوغان وبوتين بشأن إدلب يدخل حيز التنفيذ هذه الليلة فيروس كورونا يضرب الشرقا وغربا وفيات وإصابات جديدة حول العالم ونصل الآن إلى فقرتنا المغاربية مع صباح تفضل شكرا لك كمال أهلا بكم تعرض مطار معتيقة في العاصمة ليبيا طرابلس لهجوم مباشر من قوات تابع للواء المتقاعد خليفة حفتر حسب ما أفادت بي السلطات في طرابلس وكانت قوات حفتر قد أطلقت أربعة صواريخ على المطار وصاروخا من طراز جراد على المنازل المجاورة ما تسبب في أضرار مادية هذا وتواصل الجهود الدبلوماسية الرمية لإنهاء الحرب تعثرها في ظل اجتباكات مستمرة بين الأطراف الليبية المتصارعة جهود إيجاد تسوية سلمية للأزمة الليبية تبدو بعيدة المنال الجميع مجغول بحماية مصالحه الخاصة وفكرة وقف إطلاق النار تبدو حلما يداعب خيال الساسة المتفائلين على الرغم من الأبواب الدبلوماسية التي ظلت مفتوحة طرفان نزاع في ليبيا يحمل لوزر إخفاق المفاوضات لبعضهما بعضا ورقعة القتال تتسع وتستهدف قطاعات حيوية في ليبيا أخرها مطار معيتيق الدولي الذي يعد المطار المدني الوحيد العامل في العاصمة ويقع تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني التي تقول إنها ستتحول من الدفاع إلى الهجوم حفتر ومؤيدوه يوطدون مصالحهم مع حلفائهم حتى في دمشق ويعضدونها بتمثيل دبلوماسي ويتهمون حكومة ترابلس باستخدام مهبط المطار المدني لاستقدام أسلحة ومقاتلين أجانب غسان سلامة المبعوث الخاص لليبيا انسحب من المعركة وأعلن استقالته بعد أمونيا مخططه بالفشل فمسألة تطبيق الحظر الدولي على السلاح تمس مصالح عليا وما تزال محل نقاش بأورطا أما جامعة الدول العربية فقد عدت دعم الحكومة التركية لحكومة الوفاق تدخلا في غير شؤونها ما ينم عن تصفية حسابات بين بعض الدول مع تركيا تقول حكومة الوفاق والأزمة الإنسانية في ليبيا تتسع ومشاهد ما يحدث في الإقليم تتكرر وينضم إلينا عبدالله الكبير الكاتب الصحفي الليبي أهلا بك بداية هذا القصف قد تكرر عدة مرات ولكن هذه المرة تم إغلاق هذا المطار مطار معتيجة ما الذي يريده حفتر من القصف المتكرر؟ وأخيرا تم أخلاء الموظفين والمسافرين وتحويله إلى مصراته نعم تحية طيبة لك ولكل السادة المشاهدين الهدف الرئيسي بالنسبة لحفتر من قصف المطار هو إبقاء حالة التوتر قائمة إبقاء حالة الحرب قائمة لأنه على مستوى المحاور التي يحاول اقتراق طرابلس منها لم يعد قادر على تجميع قواته وآلياته لتنفيذ أي هجوم بسبب المدفعية الموجهة الحديثة التي تحصلت عليها قوات حكومة الوفاق والتي قادرة الآن على تدمير أي محاولة لتجمع قوات حفتر لشن أي هجوم إذن تم شل قدراته على مستوى المحاور لكنه يريد إبقاء حالة التوتر وحالة الحرب قائمة لذلك يعمد إلى استهداف المطار هناك سبب آخر وهو حالة العناد لأن حكومة الوفاق كانت مصرة رغم أن المطار تعرض لأكثر من 30 هجوم بالطائرات المسيرة وبصوريخ الجراد وبالمناسبة الطائرات التي كانت يتفوق بها حفتر لم يعد قادرا على استخدامها بسبب الدفاعات الجوية المتطورة التي تملكها حكومة الوفاق الآن لذلك يقصف بالجراد إصرارا منه على إيقاظ الحركة في المطار نعم ولكن الأسبوع الأخير كانت حفتر قد صعد من هجماته وغاراته على المطار وعلى العاصمة بعض المناطق في العاصمة طرابلوس وإذن هي نقطة في سجله إلى أي مدى قد يساعد اليوم إغلاق مطار معتيقة على خطوط التفاوض وطاولة التفاوض خصوصا أن تدعياته إنسانية على حكومة الوفاق الحقيقة ليست المرة الأولى التي يقصف فيها المطار ويتم تحويل الرحلات إلى مطار مصرات هذه هي المرة الثانية أو المرة الثالثة لكن في اعتقادي ستتم صيانة الطائرات وستتم صيانة المهبط وستعود الحركة إلى مطار معتيقة وسيستمر القصف تأثير ذلك على الجهود الدبلوماسية أو جهود السلام في الحقيقة حالة التوتر قائمة اختراق الهدنة مستمر من قبل حفتر المسارات التي أعلن عنها السيد غسان سلامة لم تحقق أي تقدم وبدت أقرب إلى الفشل فضلا عن أن السيد غسان سلامة نفسه تخلى عن مهمته وغادر إذن في اعتقادي الوضع الحالي وضع المستوى الحالي من التوتر وتعثر المفاوضات السياسية ومفاوضات المسار العسكري سوف تستمر إلى أجل غير محدد حتى نرى مبعوث أممي جديد تعينه الأمم المتحدة ونرى كيف سيتصرف أمام هذا مع غياب الأمم المتحدة هناك بعض المراقبين يقولون بأن يسعى حفتر لمقاربة مع المشهد الذي تكرر في عام 2014 في مطار بنغازي لقبول الناس به والرضاء به مع تراجع مستوى الحياة في طرابلس ما تقيمك لهذا القول؟ لا بالعكس حالة الغضب وحالة التذمر وحالة الرفض لحفتر تزايدت في طرابلس قبل أن يبدأ العدوان ربما كانت لديه بعض الشعبية ربما اعتقد بعض أهالي طرابلس أو نسبة لا يستهام بها منهم أنه ربما يكون الاستقرار على يد حفتر ولكن بعد القصف العشوائي وبعد قصف الأحياء السكنية وبعد هذا التدمير وهذا الخراب في اعتقادي لم يعد له أي مؤيد في طرابلس اقتنعوا بأنه جاء بالخراب وجاء بالقتل وجاء بالتدمير ولا يرعوي في سبيل أن يصل إلى السلطة حتى لو أحرق البلاد كلها إذن هذه الفرضية خاطئة بل على العكس تماما نعم أشكرك جزيلا شكر عبدالله الكبير الكاتب الصحفي الليبي هنا من استوديوهاتنا في لندن شكرا لك عقد مسئلوه أربعة مؤسسات إعلامية مصادرة مصادرة من قبل الدولة ندوة صحفية في العاصمة تونس للمطالبة لمطالبة الحكومة الجديدة بإيجاد حل للوضع القانوني لمؤسساتهم وإنقاذها من شبح الإفلاس حيث تعاني هذه المؤسسات التي كانت ملك مقربين للرئيس التونسي المخلوع زين العبدين بن علي من تراجع اقتصادي أثر على وضع العاملين فيها الأمر الذي أعاد طرح ملف الأملاك المصادرة لعائلة بن علي ورؤوس نظامه إلى الواجهة كأحد ملفات الفساد في تونس يكرر العاملون بإذاعة شمس فام رفع شكواهم لرئيس الحكومة الجديد أوقف الظلم الذي تتعرض له مؤسستنا يقول هؤلاء وحتى الآن لم يأتهم صد صوتهم اليوم نطلب من حكومة إلياس الفخفاخ تحمل المسؤولية فيما يتعلق بضمان استمرارية المؤسسة لأنه اليوم إذاعة شمس فام هي إذاعة مصادرة ولكن وجور ومستحقات أبنائها مصادرة وحرية الأعلام في حد ذاتها مصادرة أربع مؤسسات إعلامية كانت مملوكة لأصهار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ولمقربين من نظامه صادرتها الدولة منذ الثورة وبالرغم من مرور قرابة تسع سنوات على مصادرتها لم تحسم السلطات مصيرها لتجد نفسها في وضع تصارع فيه من أجل البقاء بعد محاولات لإفلاسها وعدم أخذ خطوات جديدة لإعادة هذه المؤسسات فأنه هناك ضرب لهذه التعددية ضرب لتنوع المشهد العلامي وهو في الأخير ضرب لمبدأ قرية التعبير في تونس ملف الأملاك المصادرة لا يقتصر على المؤسسات الإعلامية في تونس والتركات والمؤسسات التي تمت مصادرتها تعاني الظروف ذاتها وعمال هذه المؤسسات يعانون مأزقا تحمل السلطات الحالية مسؤوليته للحكومات السابقة باعتباره أحد ملفات الفساد وسوء الإدارة اللي يتحمل المسؤولية هو من حكم تونس صيلة التسع سنوات الفارض والتوافق الملشوش اللي أدى بنا إلى كل هذه الاشكاليات مش في ملف المصادرة فقط في الملفات الاقتصادية والاجتماعية وحتى الامنية 486 شركة مصادرة تقدر قيمتها بألاف الملايين من الدينارات فشلت الدولة في التعامل معها وأضاعت فرصة توفير عائدات مالية كبيرة من أموال حصل عليها أقارب الرئيس المخلوع دون وجه حق في وقت تحتاج فيه الحكومة لتوفير موارد مالية لتمويل الموازنة والاستجابة للنفقات العمومية تعاني المؤسسات المصادرة والعاملون تيها من الأهمال وسوء الإدارة في وضع يقول مراقبون بأنه متعمد لإفشالها ومن ثم بيعها لأطراف بعينها علي القاسمي العربي تونس عد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن تجدد العنف الذي شهدته أفغانستان بعد توقيع اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة وحركة الطالبان أمرا غير مقبول وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في واشنطن إنه يجب الحد من مستوى العنف على الفور من أجل المضي قدما في عملية السلام نعلم أن الطريق يمكن أن يكون صعبا ونتوقع ذلك تصاعد العنف في اليومين الماضيين في أفغانستان أمر غير مقبول يجب الحد من مستوى العنف فورا من أجل المضي قدما في عملية السلام الحرم المكي لا يخلو عادة من زواره ولكن في زمن انتشار كورونا هكذا كان البضع خال تماما من الزوار فهذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعي صور صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي تزامنت مع إعلان السعودية وقف العمرة للمواطنين والمقيمين سنتابع ذلك بعد قليل مع الزميلة مايا شكرا كامال إذن الحرم المكي لا يخلو عادة من زواره ولكن في زمن انتشار كورونا هكذا كان الوضع خال تماما من الزوار صور كانت صادمة على مواقع التواصل خصوصا أنها تزامنت مع أعلان السعودية وقف العمرة للمواطنين والمقيمين في البلاد وسيبقى صحن الكعبة والمسعى مغلقين طوال فترة تعليق العمرة وستكون الصلاة داخل المسجد فقط الصور النادرة للحرم لقيت انتشارا واسعا كما انتشر هذا الفيديو على مواقع التواصل بشكل كبير ومن التعليقات على الموضوع عمر عبر عن تأثره بالمشهد وكتب المرة الأولى في العهد الحديث نشوف منظر الحرم في هذا الشكل نعم سيسجل التاريخ الخامس من مارس 2020 مرت ساعات بدون أن يكون هناك من يعتمر في الحرم المكي منظر الحرم وهو خالي من المعتمرين تقشعر منه الأبدان وطلال عبر عن حزنه من رؤية الحرم على هذا الشكل وكتب منظر الحرم وهو فاضي يحسسك بنهاية العالم أما خالد فكتب منظر الحرم رسالة واضحة في المحافظة على صحة زوار المسجد الحرام والاهتمام فيهم أما جودي فتساءلت يا ترى زي ما أفلوا الكعبة والحرم النبوي أفلوا أماكن الترفيه والكافهات؟ قصتنا الثانية اليوم رياضية رونالدينيو النجم السابق في برشلونة وأسميلاً وباريساً جرمان محتجز في فندق فخم في باراقوي برفقة شقيكة والسبب أنهما متهمان بتزوير أوراق ثبوتية وعثرت السلطات على جوازات سفر باراقوانية مزورة تحمل أسماء رونالدينيو وشقيكة استخدماها في دخول البلاد رونالدينيو وشقيقه ممنوعان من مغادرة الفندق حتى تنتهي التحقيقات لكن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم النجم بقضايا فقد تحدثت الصحف مرات عدة عن إدمانه المخدرات وسهرته المثيرة للجدل كما سجلت كما سحبت السلطات البرازيلية جواز سفره بسبب عدم سداده غرامة مالية المغردون تدولوا الخبر على نطاق واسع وفي المجمل أغلبهم كانوا مستغربين مثلا محمد يقول أسر عملية كشف تزوير بالعالم ومن ما يعرف رونالدينيو بهذه التغريدة نأتي إلى ختام فقارتنا عود إليك كمال شكرا مايا أعلن البنك المركزي السوداني أن الولايات المتحدة أبلغت الخرطوم برفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية تنفيذا لقرار يعود إلى أكتوبر من عام 2017 وقال محافظ البنك بدر الدين عبد الرحيم في بيال إنه لم يتبقى ضمن العقوبات سوى المؤسسات والأفراد المرتبطين بالأحداث في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا منذ عام 2003 ولفت عبد الرحيم إلى أن رفع هذه العقوبات يعني أن المؤسسات المعنية ستكون قادرة على القيام بتعاملات مالية ومصرفية طبيعية على الصعيد الدولي لا يدري كثيرون مغزى بنك السودان المركزي من يعادة نشر خطاب سابق من وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص العقوبات على السودان الخطاب صدر منذ العام 2017 نشره البنك مرفقا بخبر عن رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد في اعتقادي أن البنك المركزي سيكون قد لجأ لبعض الكسب السياسي خاصة في ظل المشاكل المليونية حاليا في ظل الارتفاع الشبه اليومي للدولار في السوق الأسود يمكن يكون برضو لبعض الاشكالات المتعلقة بالاشكالية الكبيرة جدا التي هي متعلقة بتصدير الدهب في مجموعة بتاعت بنك حاولت فترة الفترة بعد غرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان في 2017 أن تتعامل اقتصاديا مع السودان ولكن وجهت هذه الرغبة بكمية بتاعت عقوبات الخطاب الأمريكي عرف الحظر عن 157 مؤسسة اقتصادية سودانية لا يحل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد إذن خطاب لا يحمل حلولا لمعاناة اقتصادية تتصاعد يوما بعد آخر يرى مراقبون أنها ستبقى وتتفاقم قد يكون الأسر الكبير هو أسر نفسي لكن كأسر اقتصادي حقيقي لا يتجاوز الخمسة في المئة إلى سبعة في المئة على أفضل التقديرات لأن وجود السودان في قائمة الدول الرعي الارهاب هذا هو المكبل الأساسي والكبير على الاقتصاد السوداني العقوبات الأمريكية أدت إلى حظر التعامل المصرفي وحرمان السودان من القروض والمنح الدولية لكن في الشارع من يرى أن هناك حلولا أخرى يمكن الاستفادة منها العقوبات الأمريكية عندنا منتجات كثيرة جدا جدا ما فرضوا حظر على الصمغة العربي ما كان مفروض عليه حظر البحث عن الأسواق الجديدة للمنتجات الجديدة خارج نظلة الحظر كان بحللنا جزء كبير جدا من المشاكل لا شيء جديد رغم صيط الخبر الذي نشره البنك المركزي مناورة هبطت بسعر الدولار في السوق الموازي على أرض هشة ليعاود الصعود بعده رغم تأكد الولايات المتحدة خلوة طرفها من العقوبات الاقتصادية إلا أن تخوف المؤسسات الدولية من التعامل مع السودان لا زال كما هو فلا تحويلات بنكية ولا معينات اقتصادية يجا نخذر للتلفزيون العربي قال محامي عائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول عام 2001 إن الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في سفارة بلاده باستنبول كان شاهدا محتملا في القضية وأضاف المحامي في رسالة لقاضية فيدرالية إن خاشقجي أجرى مقابلة مع محققة تمثل المدعين في أكتوبر تشرين الأول عام 2017 موضحا أن اغتيال خاشقجي يثبت أن الدعاءات الرياض بعدم تخويفها الشهود غير صحيحة صعد مسؤولون أمريكيون من تحذيراتهم بشأن مخاطر أمنية محتملة تحيط بتطبيق تيك توك الصينية الذي يشهد نموا سريعا بين المستخدمين وكشف مشرع أمريكي عن إعداده قانونا يحضر تنزيل التطبيق على الأجهزة الحكومية خشية تحوله إلى أداة بيد أجهزة الاستخبارات الصينية تحذيرات أمنية صعدها مسؤولون أمريكيون تتعلق بتطبيق تيك توك الصيني للهواتف المحمولة تيك توك بعدما بات المنصة الاجتماعية الرائدة عالميا في مقاطع الفيديو الصغيرة أتاح معلومات مستخدمه الشخصية وبياناتهم بين أيدي الاستخبارات الصينية وفق مسؤولين أمريكيين أمر أثار مخاوف مسؤولين ومؤسسات أمنية أمريكية حول أمن البلاد السيبراني وشرعوا بالعمل على مشروع قانونا لحظر تطبيق على الأجهزة الحكومية بعد جلسة لمجلس الشيوخ الجلسة شهدت تحذيرات لمسؤولين أمنيين من مخاطر هذه الشبكة الاجتماعية لمشاركة مقاطع الفيديو وتحولها إلى أداة أخرى بيد الاستخبارات الصينية لحد وصفها بالخطر الأمني الرئيس على الشعب الأمريكي الذي لا يدرك رغاية الحقيقية وراءها التطبيق الذي تملكه الصين وفق مسؤولين أمنيين مسيطر عليه بشكل أساسي من فاعل يحظى برعاية حكومية وقد يجمع التيك توك بيانات شخصية وقوائم اتصال وبيانات مواقع وتفاصيل بطاقات ائتمان ما يجعلها جزءا من قاعدة بيانات كبيرة تستغلها الصين لأغراض عدة الحروب الباردة بين الولايات المتحدة والصين مستمرة أبدا حروب تتنوع في شكلها اقتصادية الكترونية استخباراتية إلا أن مغزاها يبقى واحدا بين أقوى اقتصادين في العالم وننهي الساعة الأخيرة كالعادة بكاريكاتور اليوم ينوتيبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر